السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي هل يمكن تحصين الألانب أكثر من مرة في السنة يعني التحصين هو بين تسمم الدموي يعني تحصين ضد التسمم الدموي وتحصين ضد تسمم المعاوي ولكن اللي مهم ممكن الناس قاع كل شي كيخافوا منه وهو التسمم الدموي اللي يعني الناس ما كيعرفوش يعني تل الألانب ديالهم كيموتوا كيطايحوا فجأة كيسيلهم الدم من نيفهم هذا هو الأعراض ديال التسمم الدموي ولكن واش ممكن أننا نشريو واحد الألانب يعني من عند شي شخص نحن ما غديش نكونوا عارفين واش هو وقشواهم أو واش را مدواهم ش بتاتا يعني خاسنا نجيبوهم ونحصنوهم ولكن هو ديالله محصنهم يعني تشريتي عليه ونقوله ما ما خبركش بالتاريخ أو هو ما أقلش مثلا عنده قاطع كبير ويعني فيت محصنهم واش ممكن أننا نحصنوهم مرة أخرى يعني أولا بعدها أن هادرو على هاد الأمراض يعني فوقش يعني التسمم الدموي فوقش كي يجيهم التسمم الدموي كي يجي في واحد ثلاث شهور في السنة شهر ثلاثة وشهر ستة وشهر تسعة هادو هما اللي كي الناس كي تقصحوا فيهم في الأمراض يعني شهر ثلاثة راه احنا على المشارف إننا ندخلنا الشهر ثلاثة خاصنا نحصنو ضد هاد المرض قضية ديال يعني وش ممكن أننا نحصنو ضد هاد المرض وخاء يكونوا محصنين ممكن أننا نحصنو مكين حتى شي مشكي غي خاصنا تدوين هاد التاريخ باش ممكن أننا نحصنوهم للسنة القادمة إن شاء الله لكن ما خاصناش نكترو من هاد التحصينات على مدار السنة نقولوا احنا خايفين نحصنوهم بزاك المرض لا علاش اسمو السبب وهو أننا كن نهدمو لهم المناعة خاصهم هما أو ثاني يكون عندهم مناعة ما يمكنش أننا نحصنو هما المناعة شنو هي يعني شحرم واحد ما فاهمش شنه هي المناعة المناعة وهي واحد العسكر كيكونوا عاطيهم من سيدير بي بمثابة عسكر كيكونوا عندهمو واحد المناعة عالية يعني المناعة واحد العسكر كيكونوا عاطيهم لنا الله في الجسم دياننا أو في الجسم ديال الحيوانات فيما كيدخل هادك الفيروس أو شي حاشي شي حاجة غريبة كتدخل عنا يعني الجسم ديالنا هادك العسكر كييطاكيها يعني كيحاربها وكيقسله يعني يمني كنكونوا يعني فينا السخانة اسمو هي سخانة 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 هادك العسكر كي يعطيه بالله هادك النوع ديال السخانة باش كيقسل هادوك الميكروبات هادك السخانة هي بمثابة حرارة باش كتقتل هادك هادك المادة الغريبة اللي كتدخل عنا للجسم إذا هاد التحصينات تاية بمثابة العسكر هاد العسكر ولكن التحصينات الداخلية في الجسم يعني خصها تخدم يجب أنها تشتغل يعني ماشي احنا ينهدموها نقولوا لانت يا نعسي يعني هادك العسكر احنا ينقوغين نسمنو فيه العسكر ديال الدولة احنا ينشدوه ونسمنو فيه ما يقول لي عندو واحد يعني ما عندوش يقدر يجري مثلا يقدر يحارب يقدر يحمي البلاد لا نشدوه نعطيه هيكل مزيان واحد النهار منين يجي الحرب نلقوه العسكري يعني مكركم يعني داخلها في فوقها ولكن رأي بالصح ممكن أننا نشوفو العسكر ديال واحد الدولة يعني مثلا نمشيو لروسيا مثلا كنت لقال لك العسكر ديالهم يعني مختارينهم نفس القامة نفس يعني الطولة ديك اللي يكون منذ عاود كي يكونوا ما عندوش الكرش مثلا ما عندوش مربين الشوحوم يعني عندو واحد قابلية أنه في أي وقت ممكن أنه ينوض ويتحرك ويحارب أما يلمشي ناش دينا ناعس وشبع ناعس واحد النهار غادي نبغو نخدموه يعني نقول له هاو دبال العدوجة السمو غادي دير غادي نلقاوه أنه ما قادرش يتحرك واللف الراحة لا خاسنا في نفس الوقت نعطيه التحصينات ولكن ما نكترش منها ممكن أن هذه اللقطة ديالي الله شرينا مشي مشكي خطرة فاست ولكن ما شي نقوله لا يا أي حاجة زادت عن حدها كتنقالب للضط دياله واحد المثال كيقوله يعني في شعبي كيقوله دوا بالقرام ماشي بالعرام بالعرام ماشي يزعمة أنني نكترت مثلا نقوله التحصين فيه سانتين نقول أن لا أنا نزيد لها دوز باش مايبقاش مرضو لكتر لا دوا أي دوا عاطيه لك يعني الوصفة اللي عاطيها لك البيطاري حاول تطبقها ما تزيدش عليها باش ما تضررش هذك الانانيب وتال الإنسان تاوه ميمكنش أننا الطبيب يقولنا يعني فلوضونونس واحد واحد الكيمياء غادي نشربوها ديال الدواء وحلو نقوله لا باش نبروه دغير دغير نزيدو أكثر لا بالنسبة للانانيب تحصين ممكن أنه شريت الانانيب ديالكم حصنوه ماشي مشكي وخيكونوا محصنين ولكن ما تعودوش هذك اللقطة بزر في المرات صافي حصنتوهم درتوا هذك اللقطة من بعد دونوا التاريخ العام الجيء إن شاء الله حضوع التاريخ وعودوا لهم في نفس النهار إن شاء الله لنا ديال حلقة ديالنا راح حلقة مهمة حاولوا أنكم تفهموها وتمعنوا فيها الناس لماذا لا يشاركوش معنا يشاركوا معنا ما تنسوا الناس بزر جيم وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقدلة